نشرة الأخبار العربية من هاية الإزاعة الإثيوبيا من أديس أبابو وقدمها لحضراتكم أنوال إبراهيم وإلى تفاصيل الأخبار عقد وزراء خارجية إثيوبيا ومصر والسودان ووزراء الموارد المائية والوفد المرافق لهم مناقشات حول سد النهضة الإثيوبيا الكبير في العصمة الإمريكية واشنطن وكانت نتائج المناقشة جيدة حسب وزير الخارجية الإثيوبيا قدو أندر قاتشو تفاصيل أوفى في سياق التغرير التالي وفي بيان الصحفي قال الوزير الخارجية الإثيوبيا أن الوفد لم يناقش أبدا أي قضايا من شأنها التخلي عن المصلحة الوطنية حول سد النهضة وقال إن المفاوضات والمناقشات بشأن السد لن تمنع إثيوبيا حق بناء سدود أخرى وقال إن بناء سد واكتماله يساعد في تطوير السياحة والثروة السمكية بالإضافة إلى توليد الطاقة وقال إن النقاش التقني والقضايا القانونية لا يزال يقودها خبراء من إثيوبيا مما لديهم خبرة في هذا القطاع مشيرا إلى أن سمعة إثيوبيا ما زالت تنمو مما عزز قوة تفاوضها وتأثيرها في المنابر الدولية وقال إن إثيوبيا لن تتأثر بالحوار طالما أن إثيوبيا لها موقف عادل والتمسك بالمبادئ والقيم الوطنية وأشار إلى أن ملء السد سيبدأ نهاية هذا العام طيب كان لوزير الخارجية فإن المعلومات المقدمة من وسائل الإعلام الإثيوبيين والمحليين والناشطين متوازنة وتستند إلى القوة التفاوضية لإثيوبيا وتضيف المزيد من العمق إلى إمكانات التفاوض لإثيوبيا وتساعد الإثيوبيين لمعرفة المعلومات الصحيحة بدلا من السلبية قالت وزارة الخارجية في بيان صحفي أن المفاوضات التي جرت بين الدول السلاس تمت بطريقة تحمي المصالح الوطنية لإثيوبيا وغالت أن المفاوضات الفنية التي جرت لمدة سلاسة أيام في واشنطن بالولايات المتحدة ركزت على ملء السد وتشقيله وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبيا نبريات كيتاكو في بيان صحفي أن إثيوبيا أظهرت رغبتها في استخدام الأنهار العابرة للحدود بطريقة عادلة وشفافة واتطرق المتحدث في بيانه لزيارات رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد لجمهورية غينية وغينية الاستوائية وجنوب إفريقيا التي قام بها في أوائل هذا الشهر حيث وصف الزيارة بأنها كانت ناجحة وخاصة في تعزيز التعاون الثياسي والتجاري والاستثماري والسياحي مع هذه الدول أجرت رئيسة المحكمة العلية الفيدرالية الإثيوبيا مأزى الشنا في مناقشات مع رواساء المحاكمة السلاف في إثيوبيا حول سبو الإصدار حكم سريع وعادل للشكاو المتعلقة بالانتخابات القادمة وحسب ما جاء في المناقشات فإن المحاكمة الفيدرالية تقوم حاليا بجهود حفيثة لخلق غدرة كافية لتطبيق بروتوكولات إعلان الأحزاب السياسية رغم 1162 للعام 2011 حسب الطويم الإثيوبي بناء على ذلك أجرت رئيسة المحكمة الفيدرالية العلية السيدة مأزى الشنا في المناقشة مناقشات مع رؤساء المحاكمة الفيدرالية السلاس ومنسقي محاكم الشعب بشأن إعطاء قرارات سريعة لأن الشكاوي دوما تأتي من قبل الأحزاب السياسية عقب الانتخابات حسب المحكمة بما أن النظر في مثل هذه الغضايا في جلسة المحاكمة العادية يصعب وضعها وحلها يفسي تتم تقسيس جلسات خاصة وسريعة وواضحة وعادلة حسب ما جاء في المناقشات التقى وزير الدولة الإثيوبي بوزارة المواصلات والنقل الأول ويغريس بمسؤولي بنك سويس ونكز الاجتماع بشكل رئيسي على التقدم المحرز في مشروع السكة حديد أواش والدية هارا جبيا واطلع وزير الدولة الوفد على المشروع الحالي للمشروع كما أخبرهم بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية لمعالجة المشاكل المتعلقة بتركيب خطوط النقل الكهرباء ويتم بناء خط السكة الحديدية أواش والدية هارا بهدف ربط أجزاء من البلاد خاصة الشمالية الوسطى بالمنطقة الشرقية القريبة للموانئ ويجري بناء مشروع سكة حديد أواش والدية هارا جبيا بتنويل من بنك سويس اشتركوا في القناة 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 في مفاوضات أجرتها مع الحكومة السعودية وسيبقى العفو ساري المفعول للأشهر الستة المغبلة بناء على ذلك حست السفارة المواطنين على استفادة من هذه الفرصة مشيرا لأنه تم الاتفاق مع الشرطة السعودية والأجهزة الأمنية إلى تجنب المضايقات غير ضرورية من أجهزة تنفيذ الاتفاقية شاركت اثيوبيا في معرض الطيران 2020 في الكويت وقد شارك في المعرض 37 دولة و200 شركة وأكثر من 70 طائرة تجارية وعسكرية من خلال عرض عروضها الجوية للزوار والمشاركين وشاركت الخطوط الجوية الإثيوبية في المعرض بالتنسيق مع السفارة الإثيوبية في الكويت وغامت بالترويج للسغافة الإثيوبية ومواقع الجذب السياحي وفرص العمل والاستثمار بالإضافة إلى إقامة مراسيم القهوة الإثيوبية التقليدية وفي الأخبار العالمية وافق البرلمان المصري على تمديد حالة الطوارئ المرة الحادية عشر في عموم أنحاء البلاد وفق وكالة الأنباء الرسمية وافق البرلمان بأغلبية ثوسية عضائه من إجمال 454 نائبا على غرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة سلاسة أشهر تبدأ من السابع وعشرين من يناير كانون الساني 2020 وينص غرار تمديد الطوارئ على أن تتولى الغوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اختار الإرهاب وتمويله بجانب حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين وبموجب حالة الطوارئ حق للسلطات مراغبة الصحف وسائل الاتصال والمصادرة وتوسيل صلاحيات الجيش والشرطة والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حزرة جوال وفرض الحراسة القضائية خطام رشرة الأخبار العربية من هاية الإزاءة الليثيوبية من أدي سبب تحييات وتحييات الفريق العام اللي أعزي اليوم